اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالتزام فرق العمل الست المكلفة بخفض المصروفات المتكررة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها والية تنفيذها الى اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق في الموعد المحدد موجه سموه لان يتم تواصل العمل الذي تم انجازه في وضع الاطر التنفيذية لمبادرات والتوصيات التي تضمنها او تضمنتها التقارير بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها ولدى ترأس سموه اجتماع اللجنة التنسيقية في قصر الاكضيبية الذي تسلم سموه خلالها التقرير النهائي لللجنة الوزرية حول عمل الفرق الست السعرض سموه مضمون اجتماع اللجنة السعرض سموه مضمون التقرير وما تضمنتهم من مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تهدف لتحقيق فورات لا تقل عن 30% الامر الذي يؤكد حرص والتزام الحكومة بكافة اجهزتها بان تبدأ بنفسها في التعامل مع المسؤول مع المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط وفق منهجية تضمن الاستدامة في مختلف اوجه التنمية الوطنية ومكتسباتها المتحققة والاستقرار المالي والاداري المثلى لكافة الموارد ونوه سموه بالجهود التي بدلتها اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وفرق العمل الست خلال الشهرين الماضيين من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية والمتابعات الدقيقة لكل ما يتعلق بمسؤولية كل منها في ترشيد استخدام ميزانيات المصروفات المتكررة ومرعاة المحافظة على مستويات الانتاجية وجودة الخدمات والمكتسبات المحققة للمواطنين وحقوق الموظفين في مختلف المواقع الإدارية وأشار سموه إلى ما تحلت به المبادرات التي تم اتخاذها من توجه عملي ومراجعة شاملة للأنماط الإدارية ووضع الخطط الموحدة وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الجهات بما من شأنها التوصل إلى الأهداف التي وضعتها اللجنة التنسيقية للإسهام في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين بالإضافة إلى ما تسهم فيه من تحقيق التطوير في الأساليب الإدارية المتبعة وقد قامت فرق العمل الست بتسليم تقاريرها الأسبوع الماضي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق التي رفعت بدورها التقرير النهائي إلى اللجنة التنسيقية والفرق الست وهي الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمرانية الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الأعلانات والمطبوعات والاشتراكات برئاسة سعادة وزير شؤون الأعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية والفريق المعني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة قيام الفائدة وملامسة عوائدها لا يتم إلا إذا استكانت المعيقات لقوى شد العمل الإيجابية التي تعاكس نهجها وتعترض طريقها السلبية لترضخ وقتها مجبرة تحت وطاءات النوعية والتميز فيصبح بالإمكان عندئذ المضي نحو قراءة واضحة لما بين سطور صفحات الإنجازات التي أركست التباطئة في الوقوف أمام امتدادها الذي لا يعترف بالحدود المهمة خفض النفقات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 الانطلاق نحو إتمام المهمة جاء عبر نافذة القرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فريق العمل المعني بإنجاز المهمة ست فرق عمل حكومية معنية بخفض المصروفات المتكررة تعاين ترشيد النفقات في صيانة المباني الحكومية والسفر والمواصلات وخفض مصاريف الإيجارات إضافة إلى التقنين في التكاليف المدفوعة على الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاصية فضلا عن خفض مصاريف نظم المعلومات وصولا إلى فريق معنيا بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية الداعي الذي دعا لتشكيل الفرق المذكورة إدراك التبعات الفعلية الآتية من تذبذب أسعار النفط بصيغة تحافظ على استدامة المكتسبات التنموية وتعزز من حصانة البنية الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل بالشكل الذي يكفل ثبات مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الآلية التي اتبعتها فرق العمل مد جسور التواصل الحثيث مع المعنيين في إدارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها لجمع المعلومات اللازمة عطفا على ذلك تنظيم ورش العمل وبحث إمكانية الاستفادة من عدد من النماذج والممارسات الدولية المتبعة في مجال خفض النفقات في بعض القطاعات التي تسهم بلا شك في الخروج بأفضل التوصيات التي تصب في صالح ترشيد النفقات إنسيابية التأقلم مع المستجدات التي قد تفيض بها حيثيات التذبذب في مؤشرات القطاعات التي يستند عليها استقرار صحة الاقتصاد العالمي ما هو إلا علامة مسجلة تنسب للحكومات التي تتمهل في استيعاب الأوضاع المالية المتقلبة لتعاينها بطريقة تضمن استمرارية الآداء المتقن لكافة أجهزتها ومؤسساتها لتتجنب تداعيات الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال محطات عديدة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات